لكن ما شاهدنا في مجلس شيوخ اليوم هو مجموعة من الجمهوريين الجبنة الذين لم يكن لديهم أي خيار آخر إلا أنهم كانوا يخشون على مناصبهم وليس المؤسسة التي يعملون فيها تصوروا لو أن هذا المبنى قد تم اجتياحه بالكامل وهؤلاء لم يحترموا هذا المبنى وكان هنا ترديد لشعار أشنق مايك بانس نائب الرئيس وقد تجاهلوا ذلك والسبب يعود لخوفهم من أن لا يتم عادة انتخابهم مرة أخرى ما هو مهم بشأن البقاء على قيد الحياة السياسية لأي من هؤلاء هذا أهم من الدستور الذي أقسمنا على الدفاع عنه واحترامه لقد استمعت إلى تصريح ميتش ميكونل ميتش ميكونل الذي استمع إلى هؤلاء المدعين كان موجود في الخامس عشر من يناير لتلقي لعيحة الاتهام ولم يكن ذلك ممكن لأن ميتش ميكونل أغلق أبواب مجلس الشيوخ وظل ذلك على حالي حتى يوم تنصنيب الرئيس الجديد ثم قال أنه لم أستطع الإدانة ولكن الكون أنه أقر بأنه لا يمكن تلقي لأحد الاتهام قبل التنصيب عندما نفكر بيوم السادس من يناير وفي الفترة بين السادس من يناير والعشرين من شهر ذاته أي فترة نحو أسبوعين فهذا جعل الأكذوب الكبرى أوقف السرقة تستمر فهناك من كانوا يؤمنون بذلك ربما هذا الفضل بفضل مواقع تواصل الاجتماعي لماذا كانوا يعتقدون أن ذلك كان صحيحا وأن الانتخابات لم تكن شرعية لأن الرئيس قال لهم ذلك شكر لكم شكر لكل منساهمة في هذه المحاكمة جيمي راسكن تيد لو ودايفيد سيسليني لقد أعدوا المحاكمة وبعد يومين تم تجهيز القضية لتسليمها إلى مجلس الشيوخ لكن أخبرنا أنه لا يمكن تلقي لائحة الاتهام إذن بالنسبة لميتش ماك كونل الذي أوجد حالة حالة دونة بدء المحاكمة قبل العشرين من يناير في مجلس الشيوخ أن يقول كل ما قلته بشأن دونالد ترامب ومدى فضاعته ثم يقول ولكن الوقت الذي اختاره مجلس النواب لتقديم لائحة الاتهام وهذا غير صحيح لأنه هو من رفض تلقي لائحة الاتهام ولكن بعد خروج الشخص من المنصب يدعون بأنه لا يمكن محاكمته هناك قواعد في مجلس الشيوخ يتم احترامها ولم يكن ذلك السبب الذي جعله يصوت بالطريقة التي صوت بها هذه مجرد ذريع قدامها فقط الخطاب كان مهم وكلمة جاك شومور كانت رائعة وربما وجد إلهاما فيما جاء منكم جميعا وهو مدرك لبلادنا وتاريخها ومصلحة أطفالنا دائما نقول أننا أمريكيون نضحي من أجل بلادنا ونحترم طموح أطفالنا وكما تفضل المدعون في هذه المحاكمة أود أن أؤكد هنا على وطنيتنا وهذا مطلب أساسي أود أن أشكر ستيسي كاسلت أشكر مادلين دين أشكر جدا جون ناقوس أشكر إيريك سواوا أشكر بيرنادات أشكر ديفيد سيسلين أشترك تد لو أشكر وكيم كاسرو وأشكر جزيلا شكر رئيس رئيس فريق المدعين جايمي أوراسكن أنا فخور جدا بكم أحفادي مستؤونة جدا لعدم إدانة دونالد ترامب ولكن هناك تصويت مؤيد من قبل غالبيت الحزبين ما كان لذلك أن يتحقق لولا الحجز التي قدمتمها أشكركم على ذلك وأعيد لكم الكلمة شكر لك السيدة رئيس مجلس النواب